والشحمة الصغيرة يفارتك ام الفلوس. يفارتك ام الفلوس كلها بسبب الجابعة والشحم. تمام? لان احنا قلنا ايه? قلنا هو اصلا مش عارف يلم خسيره. مش قادر يعود خسيره. طيب. لو جينا وقلنا الالتزام بالقواعد والقوانين يا استاذة سندس. هل الشخص ده ملتزم بقواعد وقوانين ده? قواعد اه لا عنده تمرد. عنده تمرد تمام. طيب الشخص ده عنده الاء. الاء? اه? هلأ? الفم اللي بيدعم الالاء. فهو فمه مش صغير. طيب والعيون الغائرة بتدعم ايه? تدعم اتفاقل كده ولا القلق? بردو تدعم القلق. تدعم القلق. نقدر نقول له عنده القلق وخوف بعض الشيء. لو قلنا الشخص ده في الحب بقى. هل ان الشخص ده عنده استنى هنقول بالوقت عنده مشاعر يقولها في الحب? ولا عنده صعوبة? انا بسهل ما بغششكم يعني. بديكم اختيارات علشان اغششكم. عشان يبقى الامر سهل معكم من جرد تبص في الوش نعرف الوش في ايه? طيب. الشخص ده هل في المشاعر يقدر يعبر عن مشاعره بحرية ولا يخاف يعبر عن مشاعره? لا ما بعبر بحرية. لانه كلامه تمام. وعيونه غائرة ما بيعرفش عبر عن مشاعر. والعيون غائرة بيعرفش عبر صح? دي. هلأ هو كلامه محسوب من ناخدها من الشفة والخطوط اللي اطرف العيون صح? لا احنا عيون دي. لا لا بالعيون بالعيون بس العيون ازا كانت ديئة وغائرة فده عنده كل التعبير عن المشاعر. ازا كانت الشفاف آآ البق صغير او شفاف نحيفة فده يدل على طلة التعبير. يعني ما بيعرفش عبر. طيب. لو جينا وقلنا هو هل هو عنده مشاعر اصلا ولا ما عندوش? الجواب آآ او لأ? عنده مشاعر? يعني ايه الشخص ده حنين? لا منقدر مش ناين. مش مش كتير لأ انا شوفها. وجبها واسعة. مالوش علاقة. المشاعر بنجيبها من البق والعين. ومن الحواجب. طيب. الفم صغير والشفاف مش كتير يعني انحيفة ما قادر نقول. وسط. فهو لأ معنى مش معرف مشاعر. طيب هي الاتحسام بتاعتهم بوزة البق. لكن احنا نتكلم على البق ده كده. بق ده قليل للمشاعر. يعني هو اصلا مش مش ميال يتكلم كلام رومانسي والكلام ده كله. مهم? طيب. والعيون دي كمان قليل وكده. يعني ما بيعرفش يقول بأحبك. لان الجفن ده اصلا مستقيم فده بيقل على قلة المشاعر. لكنه شخصية عطلانية اكتر. طيب لو. عيون فاتحة كمان. والعيون فاتحة وبهتانة فهو هنا بيشتغل بيشتغل الناس بدماغه. طيب قليلي يا استاذة سوندوس. الشخصة ضايقة ضوب. اه لانه حواجب في سيفا. حواجب في سيفا. فتعريض. فتعريض اه. طيب. وبرده عيون دلقاء. الرجل ده عنده نرجسية. لا مش درجة نرجسية. بس عنده عن خالد. طيب. قليلي يا استاذة بشرة. استاذ بشرة خالد. ايوة. الشخص ده عنده نرجسية. ايوة. بسبب الفك. والحواجب. استاذ هاني قللي. الشخص ده عنده نرجسية. النرجسية لما نكون الفك نازل من تحت الاذن. وتكون شوية الحواجب مرفوعة. بس مي موجودة هنا. طيب لو جينا نقول الغموض. علامة سهلة. سهلة خالص. الشخص ده عنده غموض. سيدة سوندوس. على مهلك احنا مش داخلين متحاني يعني ان انت هتسقط في الجامعة. قولي قولي وقولي غلط وانصحها. يا طيب ولا ايه? اه لا او موجودة. اه تتعرف ان شو كان السؤال? الشخص ده عنده غموض. يعني شخصية مش واضحة. مش واضحة. يعني انا لو لو انا ليا شخص زي ده صديق ليا. تمام? او او معنى صحة يعني انت ليكي صديقة عندها نفس الوش ده. هل ان الشخصية دي تبقى صريحة معاكي? ولا غمضة? يعني انت بتفهميها ولا لأ? قبقيها على اي حد قريب عندك عنده نفس الملامح دي. هل هو عنده غموض? ولا بقولك على كل الافكار? غموض. غموض. تمام. طيب. الشخص ده بيشارك افكاره مع الاخرين ولا لأ? لا. لا. ما بشارك. طيب. الشخص ده انطوائي ولا اجتماعي? اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.